السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومسلاككم الله بالخير ركبت عملاق التوازن اليوم على سيارتي رافور تيوتر رافور 2014 تجربتي من العصر الحد الان من الساعة يمكن أربعة ونص تقريبا أو شي زي كده الحد الان الساعة عشر تقريبا ارتفعت السيارة شوي ارتفع واضح لكن بشكل سيء ارتفع واضح ومعقول بالنسبة للتوازن فيه تغير في التوازن لكنها موب تغير كبير ممكن سيارتي ما دعم باقي سيارات وفيه طيب هو تغير جيد من ناحية التوازن موب كبير من ناحية الفرام البعض فيه تغير يعني 20% أفضل أفضل أكثر شي لاحظت وهي صار فيه تغير وهو المطبع صارت أفضل يمكن 30-50% 40% أفضل يصل تقريبا وفيه تغير اهتزازات وهي الى جدا واضح فيها إلى 50% فرق وهي تسببها مثلا الحفر الشوارع وخلافه لا تتكلم عن المطبعات وفيه تغير تغير وفيه نقطة لا تتكلم عنها وانا اتوقعها بس اتوقع ان القطع هذه تحافظ على مساعدات لانها تقلل ضغط على مساعدات بما انها يعني تمتص الذبذب وتمتص المطبعات وكذا فاتوقع ان الميزة هذي فيها اللي هي انها طول من عمر المساعدات برضو وليايات يطيك العافية بعمر وشكرا جزيلا على البضاعة الطيبة وعلى التعامل الراقي شكرا لكم جميعا السلام عليكم اشتركوا في القناة